طبعا بدون شك اليوم استفدام التكنولوجيا في حياتنا اليومية أو في شركاتنا أو كحكومات أصبح شيء أمر عبديهي فهذه المؤتمرات وهذه المعارض طبعا تعطينا الفرصة يتمتع لنا الأبواب لتعامل وكذلك نشوف شو آخر المستجدات في مجال التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدون شك أصبح اليوم شريك في كل أو معظم الأشياء التي نفكر فيها في المستقبل الذكاء الاصطناعي يعتمد على بيانات والبيانات موجودة كشركة في قيران نحن يمكن أن نمتلك البيانات لا تحصى فكلما زالت هذه البيانات وكلما نحن قدرنا نستخدمها بطريطة صحيحة ودراسة هذه البيانات كلما قدرنا نقدم خدمة أفضل لعملان مثال إذا خدك أبسط مثال اليوم لما نشوف مساطر يطلع إلى الكومت بتمام جراءات السفر بدون الاعتماد على إصدار بيانات جديدة مجرد التبطيق في بصمة الوجه نقدم نربط كل أمور المتعلق بالسفر عنها القيام عن مسافر بدفول الصلاة بدون الحاجة إلى إبراز بوابة التدفرة أو التعود إلى الطائرة عن طريق البوابات الذكية أو الخروج من المطار أو الدخول المطار عن طريق البوابات كل هذه الأمور اليوم قدرنا نسويها بطريقة الدكت ووصف أسرع بفضل التكنولوجيا وفضل الذكاء الصناعي وفضل نستماد على البيانات المسبقة الموجودة في هذه الأنطبع طبعاً نحل اليوم بدين رحلة الذكاء الصناعي والذكاء الصناعي للإستفادة منه كثيرة وكبيرة نحل اليوم عدة دراسات لتطبيق والإستفادة من الذكاء الصناعي مثل مثال كيف تستفيد من تقديم رحلة مميزة لك إن كانت تقديم نوع الأكل اللي الشخص معين يطلبه شو الأشياء اللي هو يفضلها إعطلال رحل ذلك شو الوجهات اللي يمكن هو يروح لها شو الفنادق اللي يمكن هو يستخدم وكأن هذه الأشياء إذا درست وتقدمت للشخص بطريقة مسبقة بتوفر عليه يمكن أسعار في شراء التذاكرة أسعار الفنادق أسعار استخدامه للتأجير سيارات فالذكاء الاصطناعي كونه معتمد على البيانات وفي اليوم عنا العلية لجمب وتدقيق هذه البيانات نقدر نحن نقدم هذه الخدمات بطريقة أفضل وأسرع وأرخص للمشاطة ترجمة نانسي قنقر